مع أهلين الجيش الأمريكي وصول قاذفات أمريكية من طراز بي 52 إلى الشرق الأوسط جددت طهران تحذيرها لواشنطن عدم السماح بمساس أمن إيران وقالت القيادة العسكرية للشرق الأوسط والدول المحيطة إن قاذفات استراتيجية من طراز بي 52 من جناح القنابل الخامس وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية وأعلنت الولايات المتحدة نشر قدرات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط في خطوة قالت إنها تأتي دفاعا عن إسرائيل ولتحذير إيران وفق بيان أصدره البنتجون وأورد البيان أن وزير الدفاع الأمريكي قال إنه إذا استغلت إيران أو شراكاؤها أو المجموعة التابعة لها هذه اللحظة لاستهداف الأفراد أو المصالح الأمريكية في المنطقة فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عما وصفته بشعبها القدرات العسكرية الجديدة تشمل وسائل دفاع ضد الصواريخ الباليستية وطائرات مقاتلة وقذفات قنابل بي 52 وأنواع أخرى من الطائرة العسكرية في المقابل شدد قائد الحرس الثوري الإيراني على أن بلاده إلى جانب جبهة المقاومة سيتزودان بكل ما هو ضروري لمواجهة إسرائيل مضيفا أن إيران لا تخشى التهديدات المتواصلة من الولايات المتحدة وإسرائيل محذرا واشنطن وتل أبيب من رد قاس لجبهتهما وقال قائد الحرس الثوري إن رد بلاده سيكون مختلفا عن أي سيناريو قد تتوقعه إسرائيل نرى أن إسرائيل تقترب من زوالها وسياسات أمريكا والغرب واجهت فشلا ذريعا على أرض فلسطين جبهة المقاومة وإيران ستتزودان بكل ما هو ضروري لمواجهة إسرائيل ولن نخاف من تهديدات واشنطن وتل أبيب في النهاية أحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من رد قاس كما تعهد المرشد الإيراني علي خامنئي بالرد على الهجمات التي تشنها إسرائيل بدعم حليفتها الولايات المتحدة ضد إيران أو الجماعات التي تدعمها في المنطقة وتشير تلك التحركات الأمريكية وميقابلها من تصرحات إيرانية لزيادة متوقعة في حدة الصراع بالمنطقة وذلك رغم محاولات عدة أطراف عدم اتساع رقعة الصراع أو زيادة وطيرتها